بص يا كريم احنا طبعا هنتكلم في كذا نقطة خاصة بالاهلي وكلام مهم جدا عندنا طبعا الاهلي وباتروجات هذه المباراة اللي كانت بدايتها زي ما انا بتكلم حلوة قوي يعني بداية خير وشوفنا مبرح كم لقطة هنتكلم عليهم برضو من كبر سوارش هو سوارش بالمناسبة انه اول ما اسمه طرح لك هو سوارس ولا سوارش ولا سوارش هو سوارش حسب ما سمعنا منه اسمه يعني فكم لقطة كانت كويسة جدا مع حتى اللحظة اللي حصل فيها يعني او كان هيحصل فيها التغيير ما بين طبعا محمد شريف وحسام حسن والبقاء على محمد شريف شوية واللعب على الشق النفسي اللي اعتقد كتورا رسالة مهمة جدا والبداية كده مبشرة ان هذا المدرب ايضا بيهتم بالعامل المعناوي جدا للعيبة دي نقطة على فكرة في غاية الاهمية لان احنا الفترة اللي فاتت هو يعلم هذا الكلام وهو اتكلم عن النقاط دي تحديدا قالك اللعيبة كانت خارجة من خسارة وكانت خارجة مضغوطة ومدير فني اتغير راحل ومدير فني جيفة طبيعي جدا يكون هما نفسيا غير يعني اسوياء او في مشاكل في الشق ده فهو فكرة انه هو يبدأ من اول مباراة كريم وكمان يبقى اهمه اوي هذا الامر اعتقد دي بداية مبشرة جدا سوارش عنده وتحدث في العديد بين النقاط الهم هو فكرة كمان انه هو قالك المدرب اللي ما بيتعاملش مع ضغط يا كريم ده ما يبقاش مدرب دي نقطة مهمة جدا لان احنا عارفين قد ايه فيه ضغطاته وتحدث عن الشق كمان الخاص بجماهير النادي الاهلي يعني الشق الخاص بجماهير النادي الاهلي وفكرة انه هم مش عايزين ابدا يخسروا مباراة او يخسروا بطولة او يخسروا اي حاجة او يخسروا شوطة هو ده او هي دي طبيعة جماهير النادي الاهلي فشيء محترم جدا 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 ان احنا نبقى داخلين ومتطمنين ان المدرب الفني بتاعنا الجديد ملم بكل التفاصيل الدقيقة عننا سواء فريق سواء ادارة سواء جماهير مهمة اوي كمان ان هم او هو جاي وفاهم طبيعة جماهير النادي الاهلي الاهلي لا تقبل بالخسارة فنقاط كتير هنتكلم عنها بالتفصيل لكن البداية الجديدة مع الجهاز الفني اكيد بقيادة سوارش زي ما كنا بنتكلم وفكرة كمان باقي جهازه المعاون الموجود كمان فيه طبعا واحنا كلنا كلنا سعاداء بهذا القرار كابتن سامي خونسان وكمان كابتن سيد عبدالحافيض فاول مباراة امبارح نحن كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم تحت هذا الجهاز الجديد امام باترو جيت وكمان في قبل او قبل النهائي كاس مصر فبداية موفقة جدا اعتقد حققنا فوزين هايلين فكرة عودة محمد مجدي افشا مرة تانية نقول له نقدر نقول له الحمد لله على السلامة افشا فعلا لاعب كان متميز جدا ولكن للأسف يمكن فترة اللي فات التأثر هو ومن معه يعني مش بس افشا اللي تأثر ببعض العوامل كتيرة جدا لكن بنقدر ان احنا نقول او بيأكدوا لنا اللعيبة بتوعنا يا كريم ان انت ممكن ان انت تقف شوية او تتعثر شوية بس بتعود مرة تانية ربما كمان افضل من الاول لما الامور بتنصالح فانا مبارح لو حتقولي تقييمك على الماتش انا طبعا نشايف بداية كويسة جدا ان شاء الله قدامنا لسه شوت كبير قوي اما نشوف طبعا بناخد بس الاستهلالات ودلالاتها لان اكيد لسه عندنا وقت جافي ان احنا نقيم المدير الفني الجديد وان كان طبعا واضح مبدئيا من تصريحاته على الال اللي وقفنا بس عن تصريحاته حلقيها ان هي الى حد بعيد تصريحات متوازنة وفعلا التفصيل بتاعت الشق النفسي واضح انه بيعرف يتعامل بها ازاي وواضح كمان من فيديوهات انتشرت ليه قبل حتى ما نشوفه في دقاء الامس انه عنده حمية كده وعنده كارزمة معينة واضح ان التفصيل بتاعت المعنويات بتفرق معا كتير واكيد هتفرق معانا طبعا دي نقطة في منتهى الاهمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة